السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف لو اول مرة تشوفيني مهتمة بالاكل الصحي اللذيذ ما تنسيش تستركي بقناتي وتفعلي اول جرز عشان يوصلك كل الاشعارات الجديدة النهاردة هقدم معاكو خبز للكيتو دايت وللسكريين ومرضح ساسية الجلوتين بدون سليوم بدون بسور كتين مكونات سهلة وبسيطة وتكون متوفرة عندك ان شاء الله وتقومي تنفيذي حالا وهنقدمه باشكال مختلفة شكل كده زي الكايزر زي ما احنا شايفين بيبقى هش جدا وطاري من الداخل وممكن كمان نسويه زي ما شفنا في اول الفيديو فقالب مستطيل او مدور معي اول حاجة ست بيضات بدرجة حرارة الغرفة هنحطهم في الكبأ او في الخلاط عليهم معلقة كبيرة من البيكينج بودر وكوبية من الطحينة او الراشي ست قطع من الجبنة جبنة كيري او جبنة نستو ملح فلفل اسود وممكن نستبدل الفلفل اسود بالزعتر او الكمون او اي مناكهات بتفضليها معلقة كمان من الخل ما ننسيش علشان آآ زفارة البيض هنضرب كل المكونات كده لحد لما يبقى القوان بالشكل ده هجيب بقى صانية مقاس تلاتة وعشرين ممكن نفرشها ورق زبدة او ممكن ندهنها ونصب الخليط فيها بالشكل ده نكون مشغالين الفرن على مية وتمانين بتاخد تقريبا ساعة الى تلت ممكن نرشها بقى سمسم او نرشها حبيط البركة ممكن كمان نقدمها بالشكل ده آآ يعني قالب من السيليكون آآ بندهنه زيت وبنصب فيه برضو الخليط وبندخله الفرن برضو على مية وتمانين دي اشكال بقى زي الكايزر ممكن مسلا ان احنا نفتحه ونحشي آآ برجر آآ او اي حشوات بنحبها بيديني عدد اكبر وكمية اكبر وممكن اقدر ان انا احسب بقى سعرات كل قطعة بسهولة زي ما احنا شايفين القوان بتاع الخليط بيبقى سايب كده اخف من الكيك هنرش برضو الوش بالسمسم انا هحط لكم كل المقادير في صندوق الوصف ما تنسوش بقى اللايك وشير ويا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل اول جراز عسا نتوصله كل الاشعارات الجديدة دي كانت مستوية في القلب اللي هو المقاس تلاتة وعشرين داري وهش جدا ولونه طحفة ان شاء الله تجربوا الوصفة وتنور رضاكم اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة